هل جيشك هيسيبك؟ أبداً عندما تنادي الجيش سيلبي النداء كما حدث في 2013 لبى النداء جيشك العظيم وبقى معاك فأنت كمان لازم تواجه الحملات والشائعات واللجان الإلكترونية التي تستهدف القوات المسلحة على مدار الساعة حضرتك ليه دور؟ ليه دور؟ تقدر تواجه أنا بقولك تقدر تواجه هذه الحملات هم جماعة الإخوة الإرهابية ما عندهم كتاب واللجان الإلكترونية أنت كمواطن أنت من نفسك تواجه هذه الشائعات المستمرة على قواتك المسلحة قواتك المسلحة النهاردة اللي رجعت لك الأمن والأمان اللي ما كانش موجود إحنا انتصرنا على الإرهاب في السيناء أيوة هي السيناء كانت إيه؟ كانت إيه؟ كانت منتشرة زي الجماعات الإرهابية عايزة أقول لكم حضرتك شوية حاجات مهمين أوي في مايو مايو شو أنا بقول لكم الشهر مايو 2011 كم؟ مايو 2011 كان موجود في سيناء شمال سيناء تحديدا 2500 2500 عنصر إرهابي أنا بقول لك العدد 2500 عنصر إرهابي في شمال سيناء مايو 2011 كان حوالي خمس ست مجموعات أو تنظيمات إرهابية في الوقت ده الرقم ده ارتفع في 13 إلى 13 تنظيم إرهابي في شمال سيناء وأكتر من 12 ألف إرهابي شوف الرقم اللي كان 2500 في مايو 2011 ارتفع في 2013 إلى 13 تنظيم وأكتر من 12 ألف عنصر إرهابي من جوه ومن بره كان هناك ترتيبات مع الإخوان إخوان دخلوا الناس ما هو أنت خلي بالك لما تضربت أمن الدولة في 2011 خلاص أنت عندك الجزء الجزء اللي هو بيتابع وبيتابع وبيراقبوا المعلومات ولا ضربوا عشان كده عشان يسمح للناس يدخلوا ييجوا من بره على سيناء وزاروا هذين مجموعات داخل سيناء ليه؟ عشان عايز سيناء ما تبقاش بتاعتك غير ما تبقاش بتاعتك إنه تكون مركز رئيسي مركز رئيس الإرهاب الدولي في سيناء جولك من بره قعدوا هنا مرسم يتواصلوا معهم يبعتوا لهم مع مجموعات مع محمد الزوهري والميليشيات الإخوانين الإرهابية وتبقوا وإنت إذا كنتش عارف تبقى عارف الكلام ده اخطف مجموعة من أبطالنا اضرب اعمل عميات إرهابية اقعد انطلق من المكان ده الآمن اضرب كل حتة جبل الحلال وغير جبل الحلال وكل المناطق رفحوا الشيخ الزوهري تحديدا انشر مجموعات الإرهابية هنا يبدو المجموعات الإرهابية يعملوا لك استعراض عسكري زي اللي كنا نشوفه في أرقة وسواء في سوريا أو في العراق يعمل مجموعات تنتشر وتعمل عمليات وإيه عروض عسكرية بالأعلام السوداء وبقى هذه المنطقة أصبحت تحت آه طبعا مش عيب إن أنا أقول كده مش عيب أنا بقولك عشان حجم اللي احنا واجهناه وحجم لما تعرف قواتك المسالحة عملت إيه عمل اعمل مجموعات ناس مشيت وسبت بيوتها في شهداء دفعنا تمن وأهلنا في السيناء دفعوا تمن وكلنا دفعنا تمن تمن كان تحدي تحدي أمام الدولة إيه اللي حصل شوفوا الآلاف دول كانوا بيعملوا معاك إيه حجم التسريح اللي كان عندهم كان شكله إيه حجم التمويل اللي كان عندهم شكله إيه عايزة أقول لحضراتكم في عملية في عملية الشاملة عندك بدأت عمليات مستمرة لحد دلوقتي لحد ما طهرت في عملية من العمليات كانت 2018 تم تصفية 85 إرهابي إرهابي في يوم واحد أكتر من أكتر من نصهم جنسيات أجنبية أنا بقول لك معلومة أكتر من نصهم جنسيات أجنبية حجم التسريحة تلاقي معهم إزاي إيه المراكز والعمليات عشان كده تحرك قوات المسلحة هؤلاء الأبطال جيشنا كله أفره رأسية وقيادته وقياداتهم وكلهم وقاعد الأعلى وقاعد العام والأركان وكل قادة وكل الأبطال والمقاتلين لم أوريك عشان أوريك حجم التحدي اللي كان يواجه الدولة المصرية كان عندك جيش وشرطة خلي بالك اللي قدامك ده أي عدو أي عدو يقرب منك عندك جيشك اللي قدامك هو اللي قدامك هو ده طبعا العمليات الرز والتمويه والإنزار والتشويش والمقاتلات الحديثة أيوة آه أستخدم ما لدي من قوة سترئيس ألها مرة